بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم بمقرر المهارات الرقمية للصفوف العليا عنوان درسنا لهذا اليوم مصادر المعلومات قبل ما نبدأ بدرس اليوم لدينا مراجعة بسيطة للدرس الماضي ماذا تعلمنا في الدروس السابقة يا ابناء الطلاب أحسنت أدوات متصفح الويب واخذنا أنواع أدوات منها أدوات متعددة من خلال صفحات الويب العنوان الثاني ماذا أخذنا من الطلاب البحث في الانترنت لدينا السؤال التالي عبارة عن واجهة متصفح للويب نريد التعرف على هذه الواجهة تظهر لنا إيقونة ومن خلالها الاستدلال على هذه الأداة من خلال الايقونة الظاهرة لدينا نبدأ ماذا تسمى هذه الأداة ابناء الطلاب أحسنت وهي الرجوع وتسمى باك ونستخدمها للتنقل بين صفحات الويب الأداة الثانية أحسنت وهي تستخدم لتحديث صفحات الويب وتسمى ريفرش الأداة الثالثة ماذا تسمى ابناء الطلاب هذه الأداة أحسنت وهي أرجع إلى الصفحة الرئيسية لمستعرض الويب وتسمى الهوم بوتن الأداة التالية بماذا نستخدمها يا ابناء الطلاب أحسنت وهي تسمى نيو تاب وهي لعرض أكثر من صفحة ويب في نافذة واحدة ونستطيع من خلالها إضافة أكثر من صفحة للويب من خلال هذه الايقونة ماذا تسمى هذه الأداة أحسنت عادلس بار وهي لكتابة عنوان موقع على شبكة الانترنت فلكل موقع على شبكة الانترنت يحتوي على عنوان URL فيتم كتابته هنا في هذا الموقع عناصر درسنا لهذا اليوم أولا المعلومات الموثوقة من أين نأخذ هذه المعلومات وكيف طريقة الاستدلال عليها هذا العنوان الأول العنوان الثاني التحقق من حداثة المعلومات لدينا أيقونة بكل متصفح نستطيع من خلالها التعرف على حداثة هذه المعلومات هل هي معلومات حديثة أم تعتبر معلومات قديمة ثم بعد ذلك طريقة نسخ المعلومات رح نأخذ معكم كيف يتنسخ المعلومات المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي نجدها في مواقع رسمية ومعتمدة فالمدارس والشركات والوزارات الحكومية والمكتبات تقوم بإنشاء مواقع ويب حتى يتمكن الناس من معرفة طبيعة عملهم وأخبارهم والتواصل معهم المعلومات الموثوقة دائما أن نأخذها بناء الطلاب إما من المدارس أو الوزارات أو المواقع الرسمية عن طريقها يتم معرفة أوقات العمل أو أي مستجدات أو استحداث معلومة يتم أخذها عن طريق هذه المواقع فمصادر المعلومات في البحث في الانترنت متعددة فيجب نأخذ المعلومة بالطريقة الصحيحة أو من الموقع الصحيح ليس كل ما يرد على الانترنت صحيحا فهناك مواقع موثوقة من جهات رسمية مثل وزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرها من المواقع المعتمدة التي تقدم معلومات وأخبار صحيحة كما أن هناك معلومات وأخبار يكتبها أشخاص في مواقع عامة وقد تكون خاطئة لذا علينا أن نفكر دائما في مدى صحة المعلومات والأخبار على الانترنت إضافة إلى سؤال من نثق بهم يجب التحقق من أي معلومة نأخذها من الانترنت يجب أن تكون من خلال المواقع الرسمية يجب عليك أخذ بعين الاعتبار عند البحث أبرى الانترنت بالاهتمام بالأمور التالية يجب أولا البحث في المواقع التي يحتوي التي يكون لها عنوان URL ينتهي ب .com أو .gov أو .edu و .org أو ORG هذه المواقع دائما أو بالأكثر تكون المعلومات بها صحيحة سأخذ معكم المواقع الحكومية والمواقع التعليمية كل موقع أو كل عنوان URL بنهايته يدل على نوع الموقع أو استخدامات الموقع في المواقع الحكومية تختلف عن المواقع التعليمية فنستطيع الاستدلال على أي رابط URL من خلال هذه نهاية عنوان URL راح نتطرق إليها بعد قليل اثنين تحقق من تاريخ تحديث المعلومات على الموقع حيث نحتاج إلى المعلومات الحديثة أبناء الطلاب دائما الانترنت ترفع به المعلومات بشكل مستمر فدائما نبحث عن أحدث معلومة لأنها تكون هي الصحيحة بالإضافة إلى المواقع الرسمية ما نتوقف فقط عند بحث المعلومة الحديثة ممكن تكون معلومة خاطئة أو إشاعة فيجب البحث من خلال المواقع الرسمية وحداثة هذه المعلومات الآن لدينا بعض الأمثلة لمواقع إلكترونية موثوقة هذا موقع لوزارة الصحة نستطيع الاستدلال عليه من خلال عنوان الURL وهو HTTPS www.moh.gov.sa هنا عنوان الـ gov يدل لأبناء الطلاب على المواقع الحكومية فمثلا وزارة الصحة وزارة التعليم وزارة المواقع المواقع الرسمية الخاصة بالوزارات مثلا وزارة الداخلية دائما تنتهي هذه المواقع بعنوان dot gov فيجب الانتباه لهذه النقطة لأبناء الطلاب فعلامة dot gov تدل على المواقع الحكومية مثال آخر للمواقع لدينا أبناء الطلاب وهو موقع عين وهو يحتوي على www.n.edu فهذا الموقع الرابط إذا احتوى على dot edu فهو يدل على مؤسسة تعليمية فعن طريقها يتم الاستدلال على هذا العنوان أنه عنوان رابط لموقع تعليمي تحقق من حداثة المعلومات أن أفضل طريقة للتحقق من حداثة المعلومات في الصفحة هي بالنظر إلى تاريخ آخر تعديل في المواقع الإلكترونية أو صفحة الويب فعند النظر إلى مواقع الويب أو صفحات الويب بشكل عام توجد خانة في تاريخ تحديث المعلومة فننظر دائما إلى آخر تحديث فعن طريقة يتم الاستدلال على هذه المعلومة هل هي حديثة أم قديمة من خلال التاريخ الموجود لدينا والمثال التالي يوضح لنا هذا متصفح وبه معلومة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية المملكة عشرين ثلاثين بعد مرور خمس سنوات منذ أطلاقها نلاحظ ابناء الطلاب أن هنا يوجد تاريخ الموقع على سبيل المثال يمكننا انتقال إلى آخر الأخبار على أحد المواقع ومعرفة الموضوعات الأخيرة فهنا ابناء الطلاب يوجد تاريخ تحديث هذه الصفحة فعن طريقة يتم الاستدلال على هذه المعلومة هل هي حديثة أم قديمة نسخ المعلومات يمكنك نسخ النص من موقع الانترنت فنستطيع نسخ المعلومات ابناء الطلاب من مواقع الانترنت ونقلها إلى أي برنامج خاص لمعالجة النصوص مثال على ذلك برنامج الورد فلدينا خطوات بسيطة أخذناها مشابهة لما أذكر في برنامج الورد سنتطرق إليها الآن لكم عملية بسيطة في عملية نسخ المعلومات لنسخ النص ونسخه ابناء الطلاب أولا نفتح متصفح الويب الخاص بك ثم أبحث عن النص الذي تريده الخطوة الثانية نقوم بتضليل النص باستخدام الفأرة وأضغط بزر فأرة الأيمن على النص المحدد ثم أضغط على نسخ الخطوة الثالثة نفتح محرر نصوص مثال الدفتر أو مايكروسوفت وورد ثم نضغط بزر فأرة الأيمن ثم تظهر لنا قائمة نختار منها لسق ثم بعد ذلك يلسق النص المنسوخ في مستند مايكروسوفت وورد هذه خطوات نسخ النص فعن طريقة يتم نسخ النص من متصفح إلى برنامج سواء الدفتر أو مايكروسوفت وورد لدينا مقطع فيديو الآن لعملية نسخ نص ووضعه في برنامج الورد لدينا هذا النص الموجود في الهيئة الملكية لمدينة الرياض نريد نسخ جزء من النص ونسخه في برنامج الورد نتابع المقطع أولاً نقوم بتحريك المؤشر ووضعه على النص المراد نسخه بالضغط على زر فارة الأيسر عند بداية النص ثم نقوم بسحب الفارة دون أفلات زر فارة الأيسر لكي يتم تضليل النص بشكل كامل أول نص المراد نسخه ثم عند انتهاء يتم أفلات زر فارة الأيسر ثم نضغط زر فارة الأيمن ونضغط بزر فارة الأيمن تظهر لنا قائمة نختار منها نسخ أو نستخدم الاختصار اللي هو control زاية C نريد عملية نسخ هذا النص نضغط بزر فارة الأيسر عليه الآن نذهب إلى برنامج الورد ثم ننقر بزر فارة الأيسر نقره مزدواجه تم فتح برنامج الورد نضع المؤشر في مكان للسق هذا النص ثم نضغط بزر فارة الأيمن تظهر لنا قائمة يا ابناء الطلاب نختار منها لسق نلاحظ تم لسق هذا النص وإضافته وهو يشتمل على برنامج الرياض الخضراء هذا النص كان على متصفح الويب تم نسخه لبرنامج الورد بهذه الخطوات نستطيع نسخ أي نص موجود على الأنترنت باستخدام الخطوات التالية لدينا السؤال التالي عن المعلومات الموثوقة نريد أن نضع علامة صح أمام الجملة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الجملة الخاطئة هذه بعض الأسئلة لعملية التحقق من هذه المعلومات الموجودة لدينا صحيحة أم تكون خاطئة فلدينا هذا التمرين في البداية أولا جميع المعلومات الموجودة على الأنترنت معلومات صحيحة هل المعلومات بشكل كامل إبناء الطلاب على الأنترنت تعتبر صحيحة؟ أحسنت لا تعتبر صحيحة إذن نضع علامة خطأ فالمعلومات يجب أن نأخذها من المواقع الرسمية هذه الخطوة الأولى يجب أن تكون المعلومات بشكل حديث اثنين ليس من الضروري الحصول على موافقة الآخرين لنسخ واستخدام أعمالهم هل يجب أن ننسخ معلومات الآخرين أو يتم عملية النسخ أحسنت يجب أن يتم أخذ أذن من الآخرين لنسخ أعمالهم ثلاثة المعلومات الأحدث تكون عادة أكثر موثوقية صح أم خطأ أبناء الطلاب أحسنت إذن المعلومات الحديثة تعتبر عادة أكثر موثقية إذن نضع علامة صح رابعا المدارس فقط هي من تقوم بالنشر عبر الأنترنت هل المعلومات التي تنشف فقط المدارس أم المواقع الأخرى أحسنت إما تكونها مدارس أو مواقع الوزارات إذن نضع علامة خطأ لا تقتصر المعلومات على المدارس فقط خامسا المعلومات الموثوقة موجودة في المواقع الرسمية والمعتمدة هل المعلومة هذه صحيحة؟ جميع المعلومات الموثوقة تكون في المواقع الرسمية أحسنت إذن الإجابة صحيحة وفي الختام يا ابناء الطلاب نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته